مشاهدين أهلا بكم إلى تفاصيل نظم أهالي ذيقار احتجاجا شعبيا أمام مبنى المحافظة مطالبين بإقالة الحكومة المحلية لاتهامها بالفساد وأثرت مقاطع مصورة إقدام المحتجين على إغلاق بناية المحافظة وقطع شارع الإمام علي بالإطارات المحترقة فيما جرت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن هذا وقد هدد المحتجون بتصعيد الإجراءات في حال عدم تنفيذ مطالبهم في الوقت ذاته سجلت مدينة ذيقار ثلاثة محاولات اغتيال استدفت ناشطين بارزين في حراك تشرين كاميرات المراقبة سجلت هجوم مسلحين مجهولين على منزل الناشط سجاد طالب وسط الناصرية وكذلك على منزل الناشط عماد جاسم في قضاء رفاعي فيما ذكرت مصادر أمنية أن مجهولين ألقوا قنبلة على منزل الناشط رائد كريم في ناحية الطار ما أدى إلى الحقي أضرار مادية بمنزله فيما ذكرت مصادر أمنية بمنزله